للوقوف على الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار عقب تأثر أجواء السلطنة بأخدود المنخفض الجوي مؤخرا والاطلاع على سير العمل لأبرز المشاريع البلدية والمائية المنفذة قام معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بزيارة إلى ولاية خصب بمحافظة موسندم حرصنا أن نكون بهذه الزيارة التفقدية من أجل سماع آراء المواطنين من أجل سماع آراء الفنيين والمختصين في النهاية إن شاء الله راح نبلور هذه الآراء حلول إن شاء الله تحول دون عودة مثل هذه الآثار والأضرار على المواطنين وتبادل معاليه مع ذوي الإختصاص الآراء في كيفية المعالجة الصحيحة لتفادي حصول ذلك في المستقبل واطلع معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على مشاريع رصف الطرق والإنارة والتطوير والتجميل الحكومة حريصة على راحة المواطنين وطبعا الأمطار وأضرارها ونواتجها لا يمكن أن يحسب لها أي مسؤول أو أي مواطن حساب لكن بعد ما تنتهي لابد أن نقف ونقيم ونضع الحلوج ووجه معاليه المسؤولين بزيادة القنوات المائية المتعلقة بتصريف المياه وإعادة تأهيلها وتوسعتها وضرورة الإسراع نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها إلى جانب أهمية متابعة ملاحظات المواطنين حول الخدمات البلدية والمائية وتسريع وطيرة العمل في تنفيذ المشاريع ويأمل المواطنون من زيارة معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن يتم إيجاد حلول ناجعة لكل مشاكلهم وقضاياهم من قرية كمزار الساحلية بولاية خصب حدثكم منصور بن ناصر السعدي ترجمة نانسي قنقر